اصطدمت طائرة ركابا عند اقلاعها بسيارة اطفاء في مطار ليما الدولي مما ادى الى اشتعال النيران في الطائرة واجلاء الركاب ومقتل اثنين من رجال الاطفاء بحسب ما اعلنت مصادر رسمية وقالت شركة ليما ايربورت باردنرز المشغلة لمطار خورخد شافيز انها تأسف بشدة لمصرع اثنين من افراد فرقة الاطفاء الجوية التابعة لها في الحادث الذي وقع بين سيارة اطفاء والطائرة في الرحلة من ليما الى خولياكا الوقع بالقرب من الحدود مع بوليفيا وجرح في الحادث ايضا مسعف كان في سيارة رجال الاطفاء حسب مسؤول امنية موضحا انه في حالة حرج بسبب اصابة في الرأس ومن جهتها اكدت شركة الطيران اللتام التي تسير هذه الرحلة الداخلية انه لم يفقد اي من الركاب او افراد الطاقم حياته وكانت الطائرة تقل مائة واثنين من الركاب وطاقما من ستة افراد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر